إبعاد الوافد من البلاد دعونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأستاذ المحامي فهد الحداد يا مرحبا فيك يعطيك العافية أستاذ فهد هل الإبعاد الإداري قانوني أم لا؟ قانوني 100 من 100 من 1959 هذا القانون الصدار أول شيء قبل أن نقتنص هذه المقابلة ونتكلم عن الموضوع أهم من الإبعاد أن نهن القيادة السياسية الجديدة بعد وفاة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ألقم ندروحها للجنة أن هذه القيادة السياسية والذي نعتقد أن نحن وكل الشعب الكويتي سامعين ووطاعين لهذه القيادة وهدفة لهذه القيادة منذ ما تولوا مناصب السياسية كانوا هادفين لمصلحة هذه الدولة بالنسبة لسؤال المطروح بالنسبة لقامة الأجانب هذا القانون موجود منذ 1959 وقانون 17 على 1959 نص في مادته اللي هو من مادة 17 إلى مادة 22 نصت صراحة عن إقامة الأجانب وأبعاد الأجانب وهل هذا يكون قرار إداري وهل هذا يكون مثلا بحكم محكمة فنصت صراحة في هذا الأمر ونظمته وما تعتبر عقوبة أبعاد مش عقوبة يعني مثل ما الناس تتصور لأن في الأون الأخير كثير من الناس قاعد يقولون قاعد يطرحون تساؤلات مهمة ومن شأنها التساؤلات أصبح نحن في جدل قانوني هل هذا الأبعاد يعتبر قانوني ولا ما يعتبر قانوني هل هذا الأبعاد مطابق أو متماشي مع حقوق الإنسان ولا ممتماشي أو شنو الأسباب التي تخليها الشخص مثلا يبعد نعم أنا يائي اللي تبه الكلام السؤال المطروح شلون يتم إبعاد الشخص بدون محاكمة هذه الأسئلة اللي طرحت لتياها هي الأسئلة الشعب الكويتين أنا أعتقد أن هذا القانون لازم أحنا كشعب الكويتين نحافظ على هذا القانون بل أن نعزز هذا القانون وندعم أعضاء مجلس الأمة اللي راح يون إن شاء الله بأن مثلا يزيدون صلاحيات وزير الداخلية في هذا الموضوع طبعا القانون لأنه قديم فما كان منصوص إلا وزير الداخلية كان مكتوب رئيس دوائر الشرطة أو الأمين العام رئيس دوائر الشرطة هو يقيم مقامه يعني هو وزير الداخلية الغالون يقول يجوز لوزير الداخلية أو رئيس دوائر الشرطة ببعاد أي شخص في حال إذا صدر حكم نهائي مقضي بهذا الحكم ببعاد الشخص والشي الثاني في حال إذا أخل بالآداب العامة مثل ما شفنا في الآون الأخيرة قاعد يشوف أنه في مشاهير قاعد يخلون بالآداب العامة المشكلة ليست بها الشخص المشكلة بأنه قاعد يصورون للدول الخليج بأن هذا المشهور هذا المشهور كويتي للأسف لا حدود هذه الأداب العامة أداب العامة معروفة فيه نحن جبلنا كشعب كويتي على عادات وتقاليد معروفة تعرفنا عليها وتوارئنا عليها إلى أن وصلنا بأننا نشوف شنو الشيء الصح شنو الشيء الغلط طيب أنت نما تطلع في التواصل الاجتماعي وتبين للناس أنك كويتي عندك خشية أو هاجس أنك ما تبي تقول أنها مو كويتي وتخل في الآداب العامة تعتقد بأن هذه آدات وتقاليد الكويتين وتصورها للشعب أو للدول الثانية لا والله ستوب وقف هنا وحاول تعالج هذا الموضوع تدريين أستاذ الكريمة بأن في واحد من المشاهير اللي تم إبعاده عن الكويت وقع سبع تاعش تعهد سبع تاعش تعهد مواحد اثنين ثلاثة لا سبع تاعش تعهد كان دايما يقولوا لا لا يعني انذار مثلا انذار تعهد تعهد أنك أنت ما ترتكب مثل هذا السلوك المغاير لعادات دولة الكويت وشعبها يعني فنرجع حق محور حديثنا بأن القانون أصلا قال لوزير الداخلية أن يجوز أن يبعد أي شخص في حال إذا أخل بالآداب العامة أو في حال إذا صدر حكم نهائي موقف بإبعاده بعد قضاء العقوبة أو إذا أخل في الأمن العام يعني عشان شيء تشوفين أنه فيه ناس يتم إبعادهم لمصلحة العامة فهذا الشيء وهذا الأمر مهم بالنسبة لدولة الكويت وقانونا يعني مش العقوبة آخر نقطة أستاذ الكريمة لازم تعرفين نقطة معينة بأن هذا الغانون أصلا مش عقوبة بل أبعاد إداري يعني فيه ناس تقول ليش أنت مثلا حطيتوا هذا القانون وقعد تبعدون الأشخاص من دون محاكمة عادلة ينظر فيها المتهم ويكون لها محامية ونوفر لها ضمانات الدفاع الأساسية ومن شأن هذا الدفاع ممكن يطلع براءة أو يعاقب فليش تبعدونه على طول هذا الأمر مختلف تماما إلا بعد الإداري الدولة توفر لها ضمانات الأساسية للإنسان من دون تقييد حريته من دون مثلا معاقبته أو معاملته كمجرم يعني لا يحطونا بطيارة تفضلتوا كعالله مثلا ما هذا الشيء تلكويت وقريت بهذه القوانين وممنوع أنك تقول أنا أجهل قوانين الكويت وممنوع أنك تقول والله أنا ما دعوش للأدب يعني ما يعامل أنه هو مجرم يعامل أنه هو مبعد تمين دليل تم إبعادها قبل سبوعين أو ثلاثة سابيع صورت في الطيامة وتلفونها وياها ويلا أنا بروح لبنان وما دريش ها ليش ها معاملة معاملة إنسان فهذا قرار إداري بإبعادك مثل ما إحنا عطيناك سمات الدخول عشان ندش داخل الكويت مثل ما عطيناك سمات الدخول عشان ندش في الكويت فأحنا الحين نقول لك لا توقع على الله وما رح نعطيك سمات الدخول لك تدخل الكويت لك أنت آداتك وسلوكك مو متماشي مع آدات دولة الكويت وآدابها وقاعد تصور دولة الكويت بين هذه الدولة نفس هذه الآداب والتقاليد اللي هم قاعد تصورها كثير من المحامين يقولون أن هذا الإبعاد الإداري من غير محكمة غير دستورية غير دستورية على أي شيء لا لا ما يصيري لواحد قانون يقول غير دستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صح لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص طير وين العقوبة هي مو عقوبة انتهى الموضوع بس هذول الناس عندهم إقامة دائمة هذول الناس ما عندهم إقامة دائمة اللي تم حتى لو عندك إقامة دائمة قانون إقامة الأجانب قانون 17 لسنة 1959 في المادة 16 و 17 و 18 إلى 22 نصت ونظمت هذا الموضوع ماكو إقامة دائمة أنت خليت في النظام العام خليت في الأداب العام أثرت على الدولة ومصالحها وأمنها العام صدر عليك حكم مقضي بنهايته بعد قضاء العقوبة يعني بابعادك انتهى الموضوع وزير الداخلية لازم يطبق هذا الأمر وبعدين احنا عطيناهم يعني فترة طويلة خاصة من الناس المشاهير بس في منهم يقولون أن احنا ما يعنى انذار أو أن يعنى تلميح بدون انذار أنا كدولة وزير الداخلية يمثل الدولة يمثل الدولة في أمنها الخاص المحلي طيب هذا الشخص أخل في آدابه وسلوكه وصور الكويت بأن هذا آدابها وهذا سلوكه وأن الشعب الكويتي متماشى مع هذا الآداب إذن يصدر قرار إداري بابعادك عن البلاد طبعا احنا قاعد نشوف اللي يتم إبعادهم يتحسفون يتحسفون على اللي يسوه خاصة اللي يمسحون في الويدستجرام اللي يسوه قبل ليش؟ لأن كنت تدبنا هذا ليس متماشى مع آداب العامة فإحنا دولة الكويت آخر أيامها مرت عينها على الأمور هذه نزيل ليش زادت هالقضايا بالأونا الأخيرة؟ ليش ما كان القانون من زمان مثل ما قلنا نعم ليش تول حين أنا أقول لك يعني عشان نكون نحنا واقعين وواضحين حتى نكون يعني 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 متكلمين بالتفاصيل في هذا الموضوع أنا أعتقد أن هذا الأهد الجديد مختلف عن الأهود القديمة كالحاء الأهد الجديد مختلف إحنا أعطينا مثلا تعهد حق هذا الشخص 17 مرة إحنا ما أعطينا تعهد مو مرة ومرتين 17 مرة أعطيناك تعهد خلاص لا ترتكب هذا السلوك فوق هذا يقوم يرتكب هذا السلوك وشوفي عشان تعرفين أن هذا الشخص غير سوي ومفروض مو مرحب في دولة الكويت راح وقع يطعن في الناس مو سوي إذن هو قاصر إذا قاصر هل يبعد الشخص مع أسرته المفروض أم مبروحة؟ نعم قانون 17 على 1959 في المادة 22 نصت صراحة طبعا أنا أتكلم في القانون القديم يعني نصه بس هو أقصدها وزير داخلية يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمين العام بإبعاد الشخص وأسرته مبروحة لا لا الشخص وأسرته يعني شنو يعني أنا لو وزير داخلية أبعد شخص واحد مثلا ارتكب أي سلوك مخالف للآداب العامة أنا راح أقدر أو عندي صراحية أبعدك أنت وأسرتك يعني غير كويتيين طبعا لأن في الدستور ممنوع يبعد أي شخص كويتي هل ينشال القرار بعد خمس سنوات ويرجع المبعد لا 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 هذا كلام في قانون أو لازم تصير محكمة مثلا ينضرب حالته لا 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 في محكمة هذا قرار بنهاية المطاف وهذا القرار أصلا اللي صدر هو أنا أعتبر يعني كقانوني أن هذه من أعمال السيادة الخاصة بأمدود الكويت أن هذا أخل بالآداب العامة وأخل بسلوكيات الدولة وأخل بمصالح الدولة ما يقدر يرجعك أنا أقول الغانون ما نصراح أتنقل بعد خمس سنوات أو ست سنوات أو سبع سنوات أو ثمان سنوات أو تسع سنوات أنها مثلا تقدر ترد الكويت لكن أعطى صلاحية حق وزير الداخلية بإلغاء هذا القرار من أصدر القرار له الأحقية بإلغاء هذا القرار فشنو عندنا الحل الوحيد فقط عشان نعالج هذا الموضوع بالنسبة إذا كان وافد تم بععده حل الوحيد تقدم كتاب حق وزير الداخلية ممكن يحط محامي أو وكلي لا 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 بدون محامي بدون شيء أنت الحين تم بعادك بقرار تكتب كتاب استرحام حق وزير الداخلية أو وكيل وزارة الداخلية وهذا الكتاب يعني منصوص فيه أن أنت تسترحم على القرار الصادر والمقضي بأبعادك عن البلاد أنزل من يملك أموال بالإهنية عنده مشاريع مثل هل هناك لا مهلة أن يسوي حساباته نعم ولا ما لا مهلة نعم السؤال المهم أستاذ في نفس القانون اللي ذكرناه سلفن القانون 17 على 1959 عطى صلاحية حق وزير الداخلية في حال إذا الشخص اللي مقضي بأبعاده أن يعطيه تتشر مهلة لتصفية هذه الأموال يعني في حال إذا أنا كان عندي شركة وأنا مقيم أجنبي في الكويت وتم إصدار قرار المقضي بإبعادي عن الكويت يجوز لوزير الداخلية يعطيني أنا ثتشر مهلة لتصفية هذه الأموال ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر كفالة معينة لدفعها يعني حق يعني حق الوزارة يعني يعني مثلا أدفع أنا كفالة وأخذ ثتشر أنا أصفي هذه الأموال من ثم يتم أبعادي عن البلاد لكن أنا اللي شفته في الأونة الأخيرة يعني أنا بحث بهذا القانون بشكل كبير حتى أني شفته أحكام بحكمة التمييز اللي صادرة في هذه الأمور حتى شفته أحكمة دستورية وحتى قعت مع محامين وقانونيين كنا نتناقش على موضوع الأبعاد الإداري وهذا هو قانوني أو مقانوني وصلنا إلى آخر شيء بأن هذا القانون قانوني دستوري موضوع مهم يفترض أن أحنا كشعب ندافع ونعطي الصلاحيات الكاملة حق هذا الوزير بحيث أنه يأخذ صلاحياته لأن أمن الدولة أهم بكثير من واحد أو أجنبي أنزل يعني المبعد قبل لا يبعدونا ما يحق لأنه يحط له محامي مثلا ينظر الموضوع مش قانوني ولا محكمة بالعكس أصلا أنا يعني اللي تم بعادة الحمد لله مفروض أن تتشكر الله وتزدتلز يعني الحمد لله مع أي أجراء غير البعض أحنا تخيل تخيل أنا أعطيك طريجين أعطيك طريجة محاكمة يتم القبض عليك تعرض على النيابة أو التحقيقات يتم التحقيق وياك تعرض على المباحث يسوي التحريات لك ثم تعرض إلى المحكمة ثم تؤاقب ممكن أو تدار شوف الإجراءات ممكن تقيد حريتك حتى لو أطلعت براءة ستقيد حريتك لإجراءات التحقيق لا أحنا نقول لك خلص مع السلامة مثل ما داشية الكويت وأقل ريت القانين الكويت وأنت مفروض تحترم أسلوكيات الأداب العامة ووقع عليك تعاهد تعاهدين ماكو فايدة خلاص توقع على الله ها معزز مكرم مثل ما داشية الكويت معزز مكرم تطلع بره معزز مكرم قاعد نشوفي مواقع التواصل الاجتماعي يعني بعض المبعدين يقولون أن هذا الموضوع تصفية حساب تصفية حساب على إيش هذا منو منو هذا دولة لها حدود ولها شعب ولها أكومة تصفي حسابها مع شخص عطيني شخص من الأشخاص المبعدين مهمين يعني أم يقولون تصفية حسابات يا أنا كنت كبش فيها يعني يعني هذا الشخص هذا اللي تم أبعاده شنو الأهمية أو شنو اللي عنده أو القدرة الكاملة اللي ناس تحط رأسها برأسها يعني واحد تافه نهاية المطاف تافه بس المجتمع قال تعاطف معهم أستاذ فهد ماكو واحد أنا لايحي ماشت واحد تعاطف معهم ما شفت أنا فهد أنور الحداد ما شفت كويتي تعاطف مع هل الناس أبي واحد من الكويتيين يقول أنا متعاطف مع هذا الشخص مستحيل ما حد متعاطف لأن أقول شي سادة سادة حصل التليفون سعره 200 دينار حلو تعطينا حق ولدك أو بنتك وراح تشاهد يعني الناس والمشاهير والأمور وهذا كل تربيتك نهدمت كل تربيتك انهدمت ليش لأن هذا قاعد يظهر بمظهر يعني غير أخلاقي شنو أنا رجل يعني شنو أنا رجل حط مكياج ما أدري شنو شنو رجل رجل يعني رح أنت تخلي أن هذا الشي عادي شنو العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين العرف اعتياد الناس سلوك على سلوك معين إلى أن يصير عندنا عرف التربية نفس الشيء التربية هو اعتياد السلوك أو منع الشخص على سلوك معين إلى أن يتربى بهذا الأمر لكن أنا لما أمسك تلفون أشوف أن هذا السلوك متعارف عليه ومتكرر ومقع عاقب ولا يتحاسب الأشخاص اللي في الكويت رح يعتبرون هذا العرف نحن عندنا في الكويت في القانون عندنا الدستور وعندنا قانون وعندنا قرارات لوائح وعندنا قرارات شنو آخر شيء العرف إذا ما كان عندنا قانون مصدر وواضح شنو عرف الناس وسلوكيات الناس انطبق العادات التقاليب انطبق النص أو انطبق العقوبة أو انطبق مثلا مثلا رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الأمة المستجوب يوقف بصوب والوزير يوقف بصوب هل هذا مكتوب؟ لا هذا عرف هذا عرف الغير الكويتين قاعد يبعدون لأنهم خلوا بالأداب العامة الكويت يدخل بالأداب العامة يتعاقب يتعاقب شنو عقوبة محاكمة؟ لأن الدستور نص صراحة تنبينا لا يجوز أن يبعد كويتي لأنه كويتي وعنده جنسية كويتية فيعتبر كويتي وإذا خل بالأداب العامة أو ارتكب أي جريمة أو سلوك شنو ممكن توصل للمحكمة إلى المحكمة ومعدين يتعاقب على حسب قذف سب مثلا اشتبه يعني بالجنس الآخر هذا تصبح عقوبة وقضية لكن احنا أنت الوافد لأعطيناك ضمانات أحسن من العقوبة لا احنا طلعناك معزز مكرم مثل ما ديشيات كويت ووافقنا أن نعطيك سمة الدخول من ثم إذا بتحول ديشي لكويت لا ما ديشي لكويت لأنك أنت غير متماشي مع عادات الكويت وسلوكياتها وإدابها وضرب نحن عندنا مثل يقول يا غريب كن أديب أيوة برافو يأطيك ألف عباس هذا اختصر كل شي يأطيك ألف عباس وشكرا على وجبتك سابقا الله أتشي العافية